اشتركوا في القناة ان شاء الله كمان ببطولة افريقيا والالعاب الجماعية بنقدر نعمل شغل كويس السنادي بشكل كبير جدا بتكاتف الجميع ووحدة الصف عشان كده هنتكلم عن مباراة مبارح خصوصا العبد الله اللي قدام حضراتكم كان موجود في المباراة رصدنا بعض الامور عايزين ندردش فيها مع جماهير النادي الاهل لكن قبل ما اتكلم في اي حاجة اكيد ببارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان جوة مصر وبرة مصر الاهلي مصدر الفرحة الاهلي مصدر السعادة الاهلي كلنا فخورين اللي احنا بنشجعه لان اللي بيراهن على الاهلي طول الوقت عمره ما يخسر وعايز اتكلم وافتح قلبي لحضراتكم كالعادة الاهلي اللي بيحصل فيه ده اعجاز انجاز قول زي ما تقول ليه امبارح اما دخل الهدف في مرمى النادي الاهلي حالة من الزعل عنده كل الناس وعنده كل الاهلوية وبعيد اللي انا هتكلم على الخصم او المنافس انا هتكلم على النادي الاهلي مباراة لها طبع خاص عند الجمهور ومش نتكلمش في تفاصيل فاول مجال هدف في مرمى النادي الاهلي حالة من الغضب حالة من الزعل امم ميرجعش للمباراة غير نادي عنده شخصية ومدرب عنده شخصية ولعبين عندهم شخصية وهتكلم فنيا بعد شوية عشان كده طول الوقت وانت بتراهن على النادي الاهلي تلاقي الفرحة بعدما هدف كمان خصوصا هدف الكابتن احمد فتحي واحد من اللعب الرجالة مبارح تلاقي الفرحة فرحتين وتلاقي الفرحة غير طبعية وتلاقي الهدف في الدقائق الحاسمة او الدقائق الاخيرة ليها طعم تاني فمن هنا اللي انا عايز اوصله لحضراتكم الاعجاز والانجاز اللي بيقدمهن النادي الاهلي على مدار تاريخه هي دي الفكرة من الغضب والزعل والحزن الانتصار كبير عريض في دقائق معدودة تتعادل وترجع للمباراة بفوز سريعا فمن هنا شخصية البطل مش عند حد فمن هنا شعبيتك بتكبر اكتر ومن هنا جمهورك تلاقي الحب النادي وعشق النادي بيكبر اكتر فمن هنا كمان اكتر عايز اقول لما نجي نتكلم على كل الاندية العالمية الاهلي يدرس لكل الاندية في العالم وهي دي الحقيقة وبدون مبالغة فيه فرق ممكن برشلونة ريال مدريد منشستر اه بيكسبوا بطلات واندية كبيرة واندية فيها نجوم لكن اللي بيعمل كده من 1907 ل2017 هو النادي الاهلي الوحيد في العالم صدقوني هو النادي الاهلي الوحيد اللي يخليك تقعد تتفرج لغاية اخر ديئة عليه هو النادي الاهلي ما تضمنش وانت كسبان قال لغير لما الحكم يصفر وهنا عبقرية النادي الاهلي وانجومه وارموزه على مدار التاريخ الاهلي مصدر ساعدتنا الاهلي مبارح فرحنا رغم ام في الحاقدين الاهلي ما بيحققش الكلام ده من فراغ الكسين اللي قدام حضراتكو بعد غياب عشر سنين مستحيب ربنا حيديك ابدا غير بالجهد والعرق والنوايا الخالصة عارفين في عالم كورة القدم ممكن كورة تبقى داخلة انا بكلمكم بخبرة سنين طويلة ممكن كورة وتبقى ليك الافضلية وليك كل حاجة وتلاقي مفيش التوفيق بسبب النوايا اللي مش خالصة وبسبب يحصل بعض الامور اللي هي مش مظبوطة لكن دايما كنا بنراهن وبنقول راهن على البدري اوف جنب فرقتك ساند فرقتك ساند لعبتك لان المساندة والدعم انا بحس بالامان ولما حس بالامان حقاتل جوه الملعب التاريخ ما كتبش اللي النادي الاهلي جا فيه هدف التاريخ كتب اللي في 2017 النادي الاهلي حصل على الدوري والكاس ما كتبش للبعض اللي عايز سلبيات ما كتبش اللي النادي الاهلي كان الاداء لبعض الوقت مش عارف تقسير من مين والاداء الفني مين والبدري مش عارف ايه يا راجل ده فيه ناس بتقولك حسام البدري بيكشر اللي بيلعب في النادي الاهلي الهزار هزار والجد جد ولما تروح لبطولة وتقابل المنافس ليه حسابات خاصة وبقى فيه تركيز وبقى فيه تكشير وتكسب البطولة وتضحك ونشيلك على الراس ونرفعك لكن الاهلي محتاج في اوقات الجد تكشير ومحتاج قرار حاسم ومحتاج المدرب يفرد شخصيته الاهلي علمنا كده لكن ما علمناش اللي نتكلم في كلام فارغ قبل مباراة مهمة عمر الاهلي معلمنا كده فمن هنا النهاردة مع حضراتكم بنحتفل مع كل اهلاوي بيحبنا دي وبيساندنا دي بكاس مصر البطولة الغالية علينا اللي حسينا بيها مبارح باحساس غريب وخلينا دردش معاك وانا بحب خطب الناس البسيطة مين فينا بيتفرق في قهوة في حتة شعبية في كل انحاء مصر لما جال هدف التاني بتاع احمد فتحي او هدف عمر جمال وهو انت قاعد في قهوة مجريتش او في رحة فرحة هسترية اكيد ناس كتير عملت كده مين فينا في بيته بيتفرق مع اصرته واصدقاءه وعيلته واي حد يعرفه ومفرحش وجري في كل حتة في الشقة اللي موجود فيها ولو ماسك زلزة مية رماها ما عملش كده لان ده الاهلي احنا عاديم بنراهن عليه طول الوقت مين فينا في الاستاذ القاهرة وقدامه اربع خمس كراسي ويرح نطيتهم زي مرون محسن انا ما شفتهم بارح ومحمد الشناوي وحسين السيد وميد وجابر انا شفت حاجات انا فخور اللي انا اهلاوي والله بجد فخور عشان شخصية الاهلي كانت موجودة فخور عشان اي حد بيشجع اي نادي تاني لما بيجي فيك هدف بتلاقي بتستقبل هدف واثنين وثلاثة الا الاهلي لما بيجي فيك هدف بتلاقي الفريل قدامك بينكمش ويبقى عندنا ثقة واحنا بنشجع الاهلي اللي احنا بنعشقه اللي الاهلي هيرجع وهيجيب هدف واثنين وثلاثة لو في عشر مرات هتلاقي الاهلي بيعملها سبعة وثمانية لكن مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي اللي هو يروح منه بسهولة بسهولة خصوصا اللي جميل الاهلي منتظرة انتصار وانتصار مهم في وجداننا وهيعيش معنا لسنين طويلة جدا 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 عايز اتكلم في امور كتير جدا خارج الملعب خارج الملعب كنت قاعد مع مجموعة النادي الاهلي اللي هي ما شاركتش في المباراة اللي خارج التمنتاشر اللي ظروف فنية كنت قاعد مع مروان محسن محمد الشناوي باسم علي ميدو جابر اكرم توفيق كل المجموعة ونفسي كنت تصور اللقطة التاريخية بالنسبالي لما الهدف التاني يجي واحد لسه رجع من اصابة بينط زي مروان محسن انا مش هتكلم على اداء اللعيبة دلوقت هتكلم على الروح اللي شفتها لما مروان محسن عدد الوقت اللي قاعده في النادي الاهلي او عدد المطشط اللي لعبها تتعدى على صابع الايد لما تكلم عن كمان ميدو جابر لما تكلم عن عمر بركات مش عايزة انسى حد محمد الشناوي وتكلم عن حسين السيد وعندهم يقين رغم الواحد قاعد عمر في النادي الاهلي ويعلم اللي النادي الاهلي لازم تتفرج عليه ووصلو لك اللي قاعد اسبوع ولا ست شهور ولا لعب عدد مباراة قليل وعنده يقين الاهلي هيرجع احنا افضل كانوا بيقولوا كده الغد اخر ثانية والهدف جيه الناس جريت في كل مكان عشان ده الاهلي بيعلمك كده مش حد ده الاهلي مع كل نجوم وكل اولاده وكل المسؤولين عنه فشفنا ده شفت لعيبة جوال ملعب بترجع عشان شخصية الاهلي موجودة هتكلم على حسامو ابراهيم الكابتن حسامو الكابتن ابراهيم زي ما تعودنا في النادي الاهلي اللي لازم تدي اللقب للكبار بتاريخهم داخل النادي الاهلي مش هتكلم في السلبيات واجابيات انا هتكلم بقول لهم خصوصا هم هاردلاك امبارح المباراة لقدوها بقول لهم عملتوا سيزون كويس وعملتوا سيزون محترم وهتكلم محترم وحقق بطولتين محترمين تقعد تكلمني عن تكشيرة تقعد تكلمني عن تشكيل تقعد تكلمني عن فنيات التاريخ اتكتب خلاص محدش بيغير التاريخ التاريخ اتكتب اللي حسام البدري في 2017 مكمل في بطولة افريقيا اخد بطولتين الدوري حسامها قبلها بربع اسابيع حسام بطولة الكاس وبدون هزيمة وبدون هزيمة بتدوروا على بعض الامور اللي هي توجعنا ليه بتدوروا على بعض الامور اللي تكلم في مشاكل ليه هو ده اللي انا عايزة نقشه مع حضراتكم مش هو حسام البدري اللي نزل عمر جمال اللي جاب الهدف ولا ولا حد تاني هو حسام البدري ومين اللي صنع الهدف التاني مش هو عمر جمال اللي كان الكل بيهاج عشان يفكده السكة ندخل على لعيب ونفكده السكة ندخل على مدرب ونفكده السكة ندخل على إدارة ونفكدها السكة وده مش مطلوب لكن في أغلبية لازم تحترمها بتحب ناديها وفيه اغلبية بتعشق ناديها وفيه اغلبية بتعشق كيان النادي الاهلي ملاش علاقة بافراد مين ماسك ولا مش ماسك تحترم الاغلبية ما تمشيش رأيك على الاغلبية وتحترم الاهلي وولاده لان خيره علينا كلنا وبنحب الاهلي هتقوله يا عم انت كل مرة تدينا دروس قاديك دروس بحكم اللي احنا تعلمناه وبحكم نعرف تماما اللي النادي ده بيفرحنا قد ايه والنادي ده بيسعبنا قد ايه مفيش نادي في العالم بيعمل اللي الاهلي بيعمله مفيش نادي في العالم في ثلاث دقايق بيرجع بالشكل ده على مدار تاريخه مفيش نادي في العالم بيفرحنا الفرحة دي مع كل الرموز وكل العصور اللي موجودة ايام الكابتن صالح حصل كده وايام الفريق مرتجي حصل كده وايام الكابتن حسن حمدي حصل كده ودلوقتي مع المهندس محمود طهر حصل كده ما تفرقوش ما بيننا ما تفرقوش وحدتنا عشان مصالحكو طب انا عايز اقول لك على حاجة قادي تغييرت عمر جمال اللي بقول لحضر الله هو مين اللي غيرها مش حسام البدري هو حسام البدري ليه بندور على اي حاجة تفسد فرحتنا انا عايز اكلمكو على بعض الامور اللي انا شفتها برضو مبارح وارد اللي انا او يقينا واحترامي وضميري اللي انا اقولها كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام لكل المسؤولين عن استاذ برج العرب مرة تاني كل الشكر والتحية والاحترام للمسؤولين عن استاد برج العرب التنظيم الداخلي اللي موجود الكلام ده كله زي الفل برة عايز اتكلم على نقطة مهمة جدا جدا عشان الجميع يبقى كل واحد يتحمل مسؤوليات يقول لي دخل الاستاد يتعدوا على صوابع اليد الكشوف النادي الاهلي باعتها وموجودة وده دورنا اللي احنا نتكلم في كل حاجة عشان ما يبقاش في اخطاء لكن اكيد بنساند كل الناس تدخل تعدي الكشوفات موجودة مرة واثنين وثلاثة واربعة واللي دخلين ستين واحد اساسي واللي دخلين ستين واحد لكن الموضوع ابسط من كده بكتير فمن هنا مش عايز يوصلي رسالة اللي الجماهير مش هترجع لان الكورة الطبيعي يا جماعة الكورة اخترعوها عشان تسعد الجماهير الكورة اخترعوها كده سابق عشان تفرح جماهيرك والليم انادي بالملايين كان الطبيعي اللي اللعيبة تحتفل بالبوتولتين دول وسط جماهيرهم لكن منش بنسجم فيهم ونحبسهم الطبيعي ده الطبيعي انا قادر اللي انا امن وقادر الامور لكن ستين واحد يبقى رموز مش عارفة تدخل استاد ونجوم مش عارفة تدخل استاد هيعملوا ايه هيدخلوا اعملوا ايه غير بيحبنا دي وعايز يروح ياخد ابنه ويروح يتفرق به ولا جماهير عارفة تدخل ولا نجوم عارفة تدخل ولا ناس ليها قيمة في المجتمع مش عارفة تدخل هو ده طبيعي طبيعي اللي انا اسكت في دولة بتبني نفسها وبتكلم على رياضة حقيقية ومش هتكلم اسات الوزير من اسبوع الاستاذ او الدكتور حسد مصطفى نجح برقية كبيرة وعريضة مع اقل حاجة فيها نجاح يبقى فيه برقيات والف الف مبروك فكنت اتمنى وانا طالح حلقة النهاردة يبقى فيه تهنئة للنادي الاهلي الكبير العظيم واي نادي يكسب ده دور حلقة يبقى موجود ما كنتش موجود في الاستاذ مش مشكلة ومش دورنا مين يبقى موجود او مين يبقاش موجود لكن التهنئة كمان مش موجودة فدي من السلبيات اللي انا عايز اتكلم فيها عشان تأكد لحضراتكو اللي فيه في الكواليس بعض الامور عشان كده بقول كل اهلاوي لازم تعلم حجم التحديات سيبك من جبهة مش عارف مين اللي هو اساسا الناس دي كابتن حسن حمدي كان مناحة اساسا من دخول النادي لكن ده مش وقته هنتكلم في كل حاجة وتعملوا صفحات عشان تشتمنى لكن فيه رجالة يعلموا قيمة نجوم ناديهم ما بيقبلوش بالغلط إن نوتا تنين